اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشوة اخبار الراية اصحابكم خلالها محمد السداني وبداية دوما بهم العناوين في حال انحرف الحديث وتعول الى سجال طائفي فسارفع الجلسة الغانم مشددا انحراف النقاش في جلسة حلب يعرض مصيرها للرفع الكويت تودع ضحايا فاجعت يخت الخيران الى مثواهم الاخير اسلوب كويت تنمو هو لا يريد جسدك هو يريد قلبك في اول ظهور تلفزيوني له بعد الحرية الكنديري يتحدث عن سنوات الظلام الدستورية تؤجل الطعون الانتخابية الى الثالث والعشرين من يناير المقبل البند المتعلق بما يسمى بقانون المسيء اهم تعديلات تشريعية قدمت لابناء الشعب الكويتي خلال الفترات الطويلة الماضية من ارويقة الامة مقترحات حول الحريات والتجنيس وقانون الانتخابات شدد رئيس مدلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة تركيز الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء على نصرة المستضعفين في حلب محذرا من تحول الجلسة الى سجال طائفي وفي تصريح له اكد الغانم ان الجلسة اذا انحرفت عن الهدف الذي انعقدت لاجله وهو نصرة المستضعفين في مدينة حلب فسيضطر الى رفعها الجلسة القادمة طبعا يوم 27 سنبدأ بجدول الاعمال المعتاد كجلسة عادية وبعد ذلك سارفعها الساعة الثنتين ومن ثم نبدأ بالجلسة الخاصة المطلوبة لخصوص نصرة المستضعفين في حلب وستستكمل الجلسة العادية ان شاء الله صباح يوم الاربعاء بالنسبة للجلسة الخاصة التي ستأقد يوم الثلاثاء ستبدأ كعادة الجلسات الخاصة ببيان من الحكومة ثم سيتاح لكل الاخوة لفاضل النواب وقت معين يحدد المجلس ليدلوا كل نائب بدلوة ما هو مهم وقد يعني ما يثير مخاوف في الشارع الكويتي هو ان تتحول هذه الجلسة الى جلسة سجال طائفي انا حقيقة اجتمعت في العديد من الاخوة النواب وان شاء الله ما اتمنى ان يكون التركيز هو على موضوع الدعوة وهو نصرة المستضعفين في حلب وان لا تتحول باي شكل من الاشكال حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى وحدة المجتمع الكويتي الى سجال طائفي وفي حال لا سمح الله وانا لا اتمنى ولا اعتقد ذلك لكن في حال انحرف الحديث وتحول الى سجال طائفي فسارفع الجلسة مباشرة ولا يمكن ان نسمح بان يكون مجلس الامة معول حدم للوحدة الوطنية بل بالعكس ما اتمناه وما اعتقده ان شاء الله ان يكون الطرح في مجلس الامة معززا للوحدة الوطنية التي نحن في امس الحاجة لها في ظل الاحداث الدائرة في الاقليم وفي ظل الاوضاع الاستثنائية الموجودة في المنطقة بعث امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقيتين تعزية الى كل من اسرتين الفقيدين عبدالله نايف لعوهان ونورا حمد لقعود عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بفاجعة حريق اليخت والذي وقع في منطقة الخيران واسفر عن وفاة عدد من افراد العائلتين معربا عن بالغ تأثره ومشاركته احزانهما وآلامهما بهذا المصاب الجلل الذي احزن اهل الكويت جميعا كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك ببرقيتين تعزية مماثلتين ومن جهاته بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقيتين تعزية الى اسرتين الفقيدين عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بفاجعة الحريق داعيا المولى ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويمنى على المصابين بالشفاء العاجل وقد شيع ضحايا يخت الخيران صباح اليوم الى مثواهم الاخير حيث شهدت مقبرة صبحان توافد جموع غفيرة من ابناء الكويت لوداع وتشيع ضحايا الحادث المروع وكان في مقدمة مشيعية ضحايا رئيس مجلس الامة مزوق الغانم الذي قال ان الفاجعة هي فاجعة اهل الكويت جميعا داعيا الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمنى على المصابين بالشفاء نعزي اهل العويهان وعال القعود ونعزي انفسنا وكل ابناء الشعب الكويتي بهذه الفاجعة ولكن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان يتغمد من تغلى الى رحمة الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته وفسيح جناتها المجتمع الكويتي مجتمع صغير مجتمع مترابط في مجلس الامة اجتماعات للجان البرلمانية تمخض عنها قرار من التشريعية بعدم دستورية قانون المسيء قبل تحويله الى لجنة الداخلية والدفاع في المالية نقاش ايضا بشأن ملف طياري الكويتية وتصريحات ومواقف نيابية متعددة في تقرير لرباب الداح رفضت لجنة شون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم قانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات لعدم دستوريته وكانت اللجنة قد باشرت اليوم بدراسة عدة اقتراحات نيابية تتعلق بقانون الانتخاب وغيره البند الثاني او الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخابات واللي قدم فيها مقترحات اللي هي البند المتعلق بما يسمى بقانون المسيء وهناك مقترحات قدمت وبحثتها اللجنة بإلقاء هذا البند من قانون الانتخابات ولذلك اللجنة ابدت رأيها القانوني فيما يتعلق بالنصين النص الاول السمعة والشرف والامانة والنص الاخر المسيء واحالتهم الى اللجنة المختصة وفي سياق المتصل عقد النائب جمعان الحربش مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تعديلات تقدم بها مع عدد من النواب تتعلق بقضايا التجنيس والمواطنة والحريات أقول لإخواني النواب ومن بعد إخواني النواب الشعب الكويتي إذا أنجزنا هذه التشريعات ثقوا بالله أنها أهم تعديلات تشريعية قدمت لأبناء الشعب الكويتي خلال الفترات الطويلة الماضية لأن حمينا أسرهم من إدخالها في الصراع السياسي وحمينا السياسيين أصحاب الرأي الآخر من الإعدام السياسي ملتزمون بالقضايا التي خذنا العملية الانتخابية بناء عليها وهي ربما قضايا تلاقي ما يشبه الإجماع من الزملاء النواب أو على الأقل عدد كبير منهم قضايا الحريات وقضايا رفاهية المواطنين وجيوبهم والحفاظ على الطبق الوسطى وامتوسطة الدخل وقضايا الحفاظ على الديمقراطية والدستور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت اليوم اجتماعا أيضا بحثت فيه ملف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وعقب الاجتماع تحدثت مقرر اللجنة أن أب صفاء الهاشم منتقدة الحكومة وتعاطيها مع كافة الملفات في مؤسسات الدولة اليوم كان اجتماع للميزانيات واجتماع للمالية إن يتعلى المصيبة العظيمة عندي مصيبة أعظم على أداء حكومي مترهل عيزت وانا أقول أداء حكومي مترهل أبي هالحكومة تفطن إنه والله أو تحس إيه والله أداءنا مترهل خلونا نعدل ماكو فايدة رح أعطيكم المثال موضوع الطيارين الكويتيين الفاينل النهائي الضغط من النواب اللجنة المالية على الكويتية اللي حويس احنا نسميه ديفر يعني القرار اللي وديتوه حق ديوان الخدمة المدنية بتوزيع الطيارين على جهات الدولة ترجعون تاخذونه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح أكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية تحظى باهتمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية وشدد خالد الجراح الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية شدد على ضرورة التزام أو الالتزام بالتوجيهات السامية لمتابعة هذه القضية وحليها الإدارات المدرسية أوقفت العمل بمشروع التابلت في المرحلة الثانوية بعدما رأت عدم تحقيق الهدف المنشود منه وكشفت مصادر تربوية أن عددا كبيرا من مديري المدارس أبلغ المعلمين بإيقاف العمل بمشروع التابلت بعدما تبين لهم أن استخدامه من قبل الطلبة لا يتماشى مع ما هو مطلوب منهم فضلا عن أن بعض المدارس لا يوجد بها انترنت وإشارة المصادر إلى أنه بعد تجربته لفصلين دراسيين اتضح أن الطلبة لم يستفيدوا من المشروع بل كان ضرره أكثر من منفعته مضيفة أن الإدارات اتخذت هذا القرار دون الرجوع لوزارة التربية ما وضع الوزارة في حرج حيث تبين فشل المشروع وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط التربوي أحمد لصميط بداية أستاذ أحمد كيف تقرأ هذه الخطوة من الإدارات المدرسية أمشي عليك بالخير أخي محمد ومشي على جمهور الله الكريم هذه الخطوة أمانة هي ملف جديد يضاف لسجل الإخطاق الحافل في الحياة التربوية مبادرات الفردية في إدارة العملية التربوية أخوي محمد مليئة جدا لكن لا تصب غالبها في الاتجاه الإيجابي غالب هذه المبادرات تصب بمثل هذه المحاولات هي محاولة إجهاض أي مشروع أو بارقة أمل فيها نوع من التعليم طبعا أنا لا أمدح مشكلة موضوع التابلت لأن أصلا فكرة المشروع ولدت فقيرة المضمون حقيقي حول التعليم الإلكتروني وبشكل مشوه وغير سائر في معطيات الواقع التربوي عندنا اليوم نعم طيب كيف تتوقع أن تكون ردة فعل الوزارة بعد هذا القرار الفردي من الإدارات المدرسية دون الرجوع للوزارة الغالب الظن تقديري أستاذ محمد وأغلب الزملاء يقاسمون معي هذه الفكرة في الوسط التربوي أن فكرة التابلت أصلا لم تنشأ عن قناعة لدى وزارة التربية أصلا الأجهزة التي وزعت المدارس كانت غير مملوكة للدولة ولا توزع للطربة وهي مأخوذة بصيغة أجار سنوي بقيمة تقريبا تتجاوز قيمتها السوقية الحقيقية بعدد فوق الضحف تقريبا هذا يدل أصلا أن الوزارة لم تكن مكتنعة بالمشروع فلعل هذه الخطوة التربية من قبل بعض الإدوات تأتي انتباعا لدى الوزارة للإقدام نحو إلغاء المشروع وهو المتوقع حقيقة في المستقبل طيب هل وزارة التربية ستتكبد خسائر مالية نتيجة للأجهزة التي جاء في بعض أحاديث المصادر التربوية أن أخذها الطلبة ولم يرجعوها إلى المدرسة حسب الوثيقة التعاقدات ما بين الطلبة الوزارة والطلبة أو وثيقة فنقول التعاهدات في شروع جزائية تنظم هذه العملية سيد محمد فالمسألة هذه واضحة لكن الإشكال الأكبر هي أن أصلا الوزارة تكبدت الكلفة المالية لأجهزة لم تمتلكها يعني الوزارة أنفقت تكلفة مالية تتجاوز سيمة حقيقية لهذه الأجهزة بمبلغ طائل جدا وهي لم تمتلك الجهاز يعني معذوة القول هذا الكلمة لكن المبلغ أو الجزاء قد أدي والآن جاء وقت الإدانة على الوزارة الأسف وهذا جزء من ضحية المال العام ويستبدها نعم الناشط التربوي للساد أحمد لسميرت شكرا لك المحكمة الدستورية أجلت عددا من الطوع الانتخابية إلى جلسة المحكمة في الثالث والعشرين من يناير المقبل للاطلاع على محاضر الفرز وانتقال اثنين من المستشارين إلى مجلس الأمة للاطلاع على محاضر عدد من الصناديق وقررت المحكمة فتح الصناديق الخاصة باللجنتين الأولى والتاسعة والعشرين في الدائرة الثانية وفتح الصناديق الخاصة باللجنتين الخامسة عشر والتاسعة عشر في الدائرة الثالثة أيدت محكمة الاستئناف الإدارية إلغاء قرار وزارة الداخلية بسحب جنسية أحمد الجبر والزام الداخلية بإرجاع الجنسية له وطلب النائب المحامي لحميد الاسباعي وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم النهائي بعادة الجنسية لأحمد الجبر قبل الأول من يناير ويذكر أن محكمة التمييز أعادت القضية لمحكمة أول درجة بعد أن أكدت أن القضاء الكويتي مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية العاملون في الهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة نفذوا اعتصاما أمام مبنى الهيئة بحضور شخصيات نقابية وحقوقية وانتقد المعتصمون تدخلات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في عمل الهيئة مشيرين إلى أنها أغلقت كل الأبواب في وجه النقابيين لحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة مشددين على ضرورة الابتعاد عن المركزية لحل مشاكل ذوي الإعاقة نحن كنقابة يعني ما قدرنا نوصل مطالبنا للوزيرة لأن الوزيرة قفلت الأبواب في وجهنا هذه الوزيرة لا تتعامل مع المنظمات النقابية بالشكل الصحيح مجلس الأعلى هو من يرسم سياسات الهيئة ولا يتدخل في الشغل نحن اللي حاصل في الهيئة الآن تدخلات سافرة من قبل الوزيرة شنو المستشارين المتقاعدين تخذينهم يا وزيرة شنو تجيبينهم مني هذا أكيد ما في ثقة لا المدير ولا النوابة إنهم يديرون هالأمر الشغلة الثانية أخوانا المعاقين وولياء أمورهم لم يعتبون علينا بالتأخير ترى التأخير ليس من الموظف في أول لقاء له تنشر تفاصيله كاملة غدا في جريدة الرأي تحدث المعتقل السابق في جوانتانامو فايز الكندري عن الأساليب التي تعرض لها كي يدلي بما لديه من معلومات مؤكدا أن إدارة المعتقل لا تعتمد أساليب الضرب خلال التحقيق بل لديها أساليب أخرى في استجواب المعتقلين رسائلي لم تصل بسهولة لكن هناك أحيانا ويعني يسمحون لنا مثلا كانت تأتيني رسائل لكن نادرة من أهلي هناك دول تقطع الأطراف في هناك دول تقلع العيون هذا ليس أسلوب غوانتانامو أسلوب غوانتانامو هو لا يريد جسدك هو يريد قلبك لذلك هو يريد أن يستخدم كل شيء ليصل إلى القلب أنا أقول عبادة أن يقول الإنسان الأسير لجلاده يا ظالم أنا أعتبرها عبادة ليسمع كلمة ظالم رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي القطري قاموا بزيارة رسمية إلى المجلس البلدي وأكد نائب الرئيس المجلس البلدي القطري حمد المهندي أن الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الطرفين على اعتبار أن المجلس البلدي في الكويت ذو خبرة كونه الأقدم في المنطقة زيارتنا اليوم كانت للاطلاع على التجربة تجربة المجلس البلدي في دولة الكويت الشقيقة هذه التجربة الطويلة التي امتدت على عشرات السنوات والتي تعتبر الأقدم في المنطقة طلعنا كذلك على المشاريع التي غامت بها البلدية في السنوات الأخيرة المناقشة جدا موجزة ولكن بإذن الله أننا راح نقعد ونشوف أكثر وأكثر عندهم القضية الإسكانية أنا أعتقد همها مشترك بيننا وبينهم يعني أن كل دولة بفضل الله إن شاء الله أنها دولة وحدة كنا مع بعض همها الأساسي أن توفر البيئة السكنية لمواطنية وهذه قصة مشترك بيننا كمجلس بلدي كويت ومجلس بلدي قطري الساحة الفنية ودعت الفنان حسن عبد الرسول والذي وفته المنية عن عمر نهز 68 عاما بعد صراع مع المرض انتهى بانخفاض حاد في ضغط دمه وفقا لتصريح ابنته زينب للرأي الإلكترونية حيث قالت إن الله توفى على سريره في مستشفى مبارك حيث كان رهين العلاج منذ بضعة أشهر موضحة أن جثمان الفنان الراحل سيوارث ثرى لاحقا في النجف الأشرف بالعراق تنفيذا لوصيته عثرت فرق الإنقاذ الروسية على جثث عدد من الضحايا وحقائب الركاب الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية والتي تحطمت في البحر الأسود بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع والتي أشارت إلى أنه لا وجود لأحياء على متن الطائرة المنكوبة وقال المتحدث باسم الوزارة إنه عثر على جثة شخص قتل في تحطم الطائرة التابعة لوزارة الدفاع على بعد ستة كيلومترات من ساحل سوتيشي وزارة الخارجية العراقية أكدت إنجازها كل الالتزامات المطلوبة لخروج العراق من طائلة البند السابع ولم يتبق منها سوى ملف التعويضات الكويتية وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال أن العراق حسم مؤخرا متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وذلك بعد ست جولات من المفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس افتتاحية إيجابية تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفصل اهلا بكم من الصفحة الاقتصادية وزير الأشغال العام عبد الرحمن المطوع وقع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى جهاز الأمن الوطني والذي يقع في المنطقة الديبلوماسية بمنطقة مبارك العبدالله وكشف الامطوع عن أن أعمال المشروع سيتم إنجازها خلال ثلاثين شهرا وتبلغ قيمته 12 مليون و740 ألف دينار وتقدر مساحة المشروع بثمانية آلاف متر مربع وشدد الامطوع على ضرورة التقليل من الأوامر التغييرية التزاما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك أتمنى أن المشروع ينجس في وقته نقلل قدر الإمكان التمديد ما بأقول ونقضي على شيء اسم أوامر تغييرية وهذا حسب توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء دائما حتى في كلمتها في الكلمة اللي وجهها طالب دائما بالتقليل فترة الإنجاز والتقليل أو القضاء على الأوامر التغييرية قدر الإمكان أغلقت بورصة الكويت تداولاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته مرتفعا بثلاث نقاط وعشر نقطة في حين صعد السعري بثلاث وعشرين نقطة وتسعة عشر نقطة أما مؤشر كويت خمسة عشر فقد اختتم تداولاته مرتفعا بعشر نقاط وسبعة عشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو ثلاثة عشر مليون ومئتي ألف دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي مئة واثنين وستين مليون سهم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أنها ستقوم غدا بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للتداول والمرسوم عليها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد دشنت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية وتضمن الإصدار فئات جديدة غزارة تهديفية في مرمى برغان التفاصيل في الصحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم من الصفحة الرياضية أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الشرطية الشيخ أحمد نواف الأحمد أهمية دور الاتحاد في نشر الألعاب الرياضية الشرطية وتنسيق الفعاليات مع المنظمات الإقليمية والدولية وأشهد النواف على همش مشاركته في افتتاح الاجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بدور الاتحاد في زيادة نشر الرياضة الشرطية والتنسيق بين الأعضاء لإقامة الفعاليات المختلفة بما يخدم تطويرها وتحقيق أهدافها المنشودة وكان رئيس الوزراء وزير الداخلية القطرية شيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قد قام بتكريم الشيخ أحمد النواف نظير جهوده الكبيرة في الرياضة الشرطية عوض فريق الكويت خسارة نقاط مباراته أمام العربي بقرار من قبل لجنة الانضباط بتحقيق فوز كبير على فريق بورغان قوامه تسعة أهداف لهدف واحد في إطار الجولة الثامنة من دور فيفا لكرة القدم افتتح مهرجان الأهداف مدافع بورغان المحترف نانا بطريق الخطأ في مرماه وأضاف الهدف الثاني فهد حمود بضربة رأسية فيما سجل ثالث أهداف الأبيض اللاعب حسين الحربي واختتم أهداف الشوط الأول المحترف السوري في راس الخطيب وفي الشوط الثاني سجل خامس أهداف المباراة اللاعب راضي جمال بينما سجل الهدفين السادس والسابع على التوالي المحترف السوري في راس الخطيب وتكفل البديل نصار القحطاني بالهدف الثامن واختتم مهرجان أهداف اللقاء البديل علي الكنديري وفي المقابل سجل هدف بورغان الوحيد المحترف نانا وبهذه النتيجة الكبيرة يرفع الكويت رصيده إلى ستة عشرة نقطة وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع توتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الرايتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة